صباح فل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام مما لعبنا إلى أهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله يكون قدام سيمبا التنزاني الساعة 3 العصر في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في مرحلة المجموعات فارينا بيدخل ماتش النهاردة وهو متصدر المجموعة برصيد 3 نقط بعد الفوز على المريخ وسيمبا برضو مع 3 نقط لكن عنده هدف واحد وإحنا 3 أهداف بعد ما سيمبا قدر يكسب فيتا كلاب في الجولة الأولى بر ملعبه فارينا بيدخل ماتش النهاردة وهو عينه على الفوز عشان يضمن صدارة المجموعة بعد منافسه المباشر اللي حقق الفوز في الجولة الأولى زينا لكن النهاردة إن شاء الله بنتمنى بقى فارينا يقدم مباراة جيدا على الرغم من سوق أرضية الملعب والتوقعات بأن المباراة هتكون صعبة بسبب الأرضية دي والحافز والدوافع الكتيرة اللي عندي فريق سيمبا سواء على المستوى الرسمي زي ما شفنا وزير السياحة بيتكلم على إنه هيقود المشجعين من الملعب وكمان النادي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصف المباراة بالحرب وإنه هم مش هيتنازلوا فيها عن الفوز عن النادي الأهلي حامل لقب البطولة وتالت العالم يلا بينا فرينا بدخل ماتش النهاردة وهو غايب عنه عناصر كتير جدا أساسية ومهمة في الفريق زي علي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة وكمان معاهم وليد سليمان وإحسين الشحات الموقوف بعد طرده في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحقيقة النهاردة كل الأمال على محمود كهربا اللي في الفترة الأخيرة يعني كان فيه كلام كتير عليه ومشاكل كده حصلته وكلام بتقال على كهربا أنه هو بيتسبب في أزماته وبيفتعل مشاكل رغم أن الحقيقة أنا شايف أنه هو اللعيب ملتزم واللي حصل في ماتش المريخ ده كان مجرد نرفازة ملعب محمود كهربا طبعا الضغط اللي بيتعرض ليه كبير جدا من ساعة انضمامه للأهلي عارفين طبعا كلنا سببه أنه هو منضم من الغريم التقليدي نادي الزمالك محمود كهربا في الفترة اللي نضم فيها من الزمالك للنادي الأهلي بعد تجربة قصيرة في البرتغال الحقيقة الراجل بيقدي بشكل جاي جدا رغم أنه هو ما بيحصلش على الفرصة الكاملة وهو مش المهاجم رقم واحد الأساسي ولا حتى الجناح الأساسي اللي موجود في الفريق لكنه بيعمل اللي عليه وبيقدي بشكل جاي جدا وهو هداف الفريق لحد دلوقتي رغم أنه ما بياخدش دقيق كتير شفنا طبعا المنافس لما حبي عوض كهربا جاب لعيب من المغرب واللعيب دوت يعني لحد دلوقتي ما بيقديش زي كهربا ونسبة أهداف وبعدل التهديف بتاع كهربا أعلى منه سواء في الدوري أو في البطولات الأفريقية وكمان كهربا بيقدي بشكل جاي جدا شفناه في كاس العالم ظاهر بشكل كويس قبل ما يتم إيقافه قبل المباراة الأخيرة اللي ملعبهاش طبعا كهربا وليه اللي ليه وعليه اللي عليه طبعا زي ما بنقول لكن يبقى أنه هو لعيب ملتزم رغم الكلام اللي بتقال عليه شفناه عمل مشكلة في قط اللبس قبل كده وتعاقب بمليون جنيه دي أكبر عقوبة في تاريخ النادي واللعيب الحقيقة التزم وما خرجش عن النص بعدها وكمان بعد كده في كاس العالم للأندية لما خالف الإجراءات الاحترازية تم إيقافه من جانب الفيفا واللعيب لم يصدر منه أي شيء وكان ملتزم في قطه على حسب التعليمات والميداليا البرونزية جات له لحد عنده وأنا شايف أن كهربا يعني بيتعرض لدغوطات كبيرة جدا سواء من الإعلام أو من جمهور المنافس ومحتاجين كجمهور للنادي الأهلي أنه ندعم كهربا ونكون واقفين جنبه في المهنة دي الحد ما يقدم لنا كل اللي عنده طبعا كهربا الحد دلوقتي لسه مداش مية في المية مع النادي الأهلي بنتمنى أنه هو يرجع لنا بقوته الكاملة ويكون أحد العناصر المؤسرة في الموسم الطويل ده اللي لسه فضلنا فيه مسابقة السوبر الأفريكي والسوبر المحلي بوتولتين بماطشين لسه هنلعبهم وكمان عندنا الحفاظ على لقب الدوري ولقب الكاس ودوري أبطال أفريكيا ونرجع كمان لكاس العلم للأندية زي ما وعدنا مستر بيتسو موسيمالي أنا والله العظيم أنا ولا مشكلة من أي حاجة حصلت لي أنا سبب فيها بطلب حاجة يعني من الناس اللي بتوع تتكلم علي في الوحش أنا مش عايزهم يتكلموا عليها يا كوحش ولا يتكلموا عليها في حيش ولا يجيبوا في سرتي من الساعة ما جيتني من الهد الأهلي كل يوم مش يتقيم كلهم ضغوطات بس أنا عمري مشتكيت لأن الحمد لله أنا برد في الملعب وبرد الحمد لله ببطولاتي مع زمايل الرجالة وأخواتي وإن شاء الله لسه بدل الواحد لسه عن 26 سنة ولسه يعني لسه إن شاء الله أكمل مسيرتي كلها مع الناد الأهلي بإذن الله وأخذ كل سنة خمس ساعة ببطولات إن شاء الله يا أهلي يا أهلي يا أهلي الحقيقة الفريق ماشي بشكل كويس جداً في الفترة الأخيرة مع مستر بيتسو مخسرش غير مطش واحد قدام بايرن ميونيخ المرعب في نص نهائي كاس العالم للأندية وطبعاً الخسارة دي ما تقللش منه ولا من فريق الأهلي وبنتمنى مواصلة مشوار الانتصارات والإنجازات للنادي الأهلي قدام سنبا النهاردة ونشوفكم إن شاء الله يوم الحد قبل مباراة الجيش وعودة بقى لمسابقة الدوري بعد غياب طويل ويلا يا أهلي